مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله حنعمل طريقة سكنز الشوفان. طريقة كتير بسيطة وسهلة كتير. يلا اروع الواسطة. 2 كوب شوفان 200 جرام. نطحنهم ناعم. ممكن احنا نشتري جاهز دقيق الشوفان. ماء دافئ بحرارة الجسم. واحد كوب ونص. 370 جرام. معلقة كبيرة خميرة عشرة جرام. حركهم جيد. نصف معلقة صغيرة ملح. او حسب الزوغ. جبنة اي نوع متوفرها جبنة حسب زوغكم. خمسين جرام نصف كوب. والزيتون مفروم ممكن اضافة اي نوع من الخضروات مفرومة نعمة. هذا حسب زوغكم. ونضيف اثنين كوب الشوفان. ساوضع جميع المكونات على الشاشة اذا كنتم بحاجة الى التقاط صورة للمكونات. نحرك المكونات جيد حتى تنسجم مع بعض. بنسكوب اي قالب متوفر عننا. المهم يكون له حواف. اذا مش متوفر ممكن استخدم ورق الكيكة. او ممكن كوب مثل هيك. اي اشي متوفر عنها. ولكن القالب تبع الكيكة هذا افضل. ها مش ندهنه زيت او اي نوع دهون. بنسكوب. هيك اصبحت جهزة. نمسح الصونية. وبنغطيها باي شي متوفر عنا. نتركها حتى يتضاعف حجمها. نص نص ساعة ساعة. المهم تضاعف الحجم. بنسكوب ايضا بالكوب. حسب حرارة المنزل هو حجمها بالضاعف. ممكن تضاعف ربع ساعة نص ساعة او ساعة. وهذه هي المكونات اذا انتو بتكم تاخدوا صورة عنها. هيك بعد ما تضاعف حجمها. نقوم بتشغيل الفرن من الاعلى والاسفل مسبقا. ميتين وعشرين درجة مقوية. نوضحها بالرف الاسفل. بمدة خمسة وعشرين دقيقة او حسب نوع الفرن لازم انتو تركبوها. هيك اصبحت جهزة. تتركها حتى تبرد تماما. وهذا الكوب. هي ساعة سخنة شوية ولكن افرجيكم اياها على السريع احيان تصوير. لكن انتو تركوها تبرد بكون افضل. شوفوا كيف راوعة. هي هذا الشكلها. اتمنى ان انتو تجربوها. طريقة كتير بسيطة وروعة. افرجيكم كيف شكلها من الداخل. شوفوا كيف. كتير راوعة. ومميزة والطعم راوعة. في امان الله.